أهلا بحضراتكم من جديد مشاهدينا في مصر الأهم وموضوع مهم جدا هننقشه مع حضراتكم النهاردة وموضوع خاص بتغيير الخطاب الديني زي ما حضراتكم عارفين ربنا سبحانه وتعالى لما أرسل نبينا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام أرسله رحمة للعالمين ربنا سبحانه وتعالى قال لرسولنا الكريم لو كنت فضا غليز القلب لنفضه من حولك يعني دين الإسلام دين الرحمة رسولنا لما كان بيدعو للإسلام كان بيدعو بالرحمة باللين لكن للأسف الشديد مع تطور الزمن اللي احنا وصلنا لي لقينا فيه خطاب ديني مختلف تماما فترة من الفترات ومرحلة من الوقت تعيشناها خطاب الديني كله كان بيدعو إلى العنف خطاب ديني مغلوط خطاب ديني ما فيهوش سماحة الإسلام احنا محتاجين نرجع مرة تانية نعرف الناس ايه هو الإسلام مش بس في مصر عايزين نعرف الناس في العالم كله وحضراتكم عارفين اللي بيحصل في فرنسا والدعوات اللي موجودة في برلين وشكل الدين ممكن يكون بقى عامل ازاي هنك احنا عايزين نغير المفاهيم دي من خلال الخطاب الديني يا طرى مين اللي عنده القدرة انه بالفعل انه هو يلقل كلام ربنا سبحانه وتعالى مين من العلماء الافاضل اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرهم ايضا في القرآن الكريم وقالنا ما يخشى الله من عباده العلماء يعني ليهم مكانة كبيرة جدا ازاي نقدر نغير الخطاب الديني ده اللي هنعرفه من خلال لقاءنا مع حضراتكم يمكن فيه مبادرة هيقوم بيها الازهر في فترة اجازة نصف العام المبادرة بعنوان اجازة نصف العام الثقافية وللازهر دور كبير فيه هنشوف ازاي نقدر نغير خطاب الديني هنشوف ازاي دورنا المنود بيه في المرحلة القادمة معنا ومع حضراتكم النهاردة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح عبد الغني أستاذ التفسير وعلوم القرآن وعميد كلية اصول الدين جماعة الازهر أهلا بحضرتك معنا يا فندم أهلا أستاذ الدكتور عبد المنعم فؤاد أستاذ العقيدة والفلسفة وعميد كلية العلوم الإسلامية للوافدين بجماعة الازهر برحب بحضرتك وأهلا بحضرتك معنا بداية قبل ما نتكلم وندخل في تفاصيل أكتر عن مفهوم الخطاب الديني وما يحدث من لغط في مفهوم الإسلام حاليا عايزة أعرف المبادرة مبادرة الأزهر أجازة نصف العام الثقافية دكتور عبد الفتاح يريد حيث تكلمنا في البداية عن هذه المبادرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولا هذه المبادرة التي أطلقها فضيلة الإمام الأكبر من منطلق حرصه على شباب مصر هذا الشباب الذي يمثل العمود الأساس والركن الركين في بناء الدولة أطلق فضيلة الإمام مبادرة الأزهر معكم ويعني بهذا تحصين الشباب من الأفكار المنحرفة والأفكار المتشددة على حد سواء حيث يقوم الأزهر من خلال عقد الندوات في مراكز الشباب في النوادي في شتى سائر أنحاء القرى والنجوع فيستغل هذه الفرصة وهذا الوقت من الزمن كي يتسلح فيه الشباب بالفكر الوسطي المعتدل ويعرف الشباب عظمة الإسلام وسماحة الإسلام وكيف حث الإسلام على حب الأوطان وما الواجب الذي يلقى على الشباب كطاقة مهولة يجب أن تستغل وتستسمر كي تنمي الدولة كل هذا من خلال أساتذة متخصصين وعلماء مخلصين تربوا على وسطية الأزهر حتى لا يترك هؤلاء الشباب نهبا تتناولهم الأفكار المتشددة من جانب أو الأفكار المنحرفة التي تدعو إلى الإلحاد من جانب آخر وهذه الدعوة ليست غريبة على الأزهر فالأزهر دائما وأبدا هو الحصن الحصين للشباب المسلم الواعي الذي يريد له استقامة الأمر في الحياة جميل جدا الهدف هدف نبيل وهدف سامي والوسيلة برضو وسيلة برضو زي ما منقول سامية حيث ذكرت الجزئة الخاصة بمجموعة من العلماء والأساتذة الكلام موجه لحضيكي عبد المنعم دلوقتي الشباب مختلف تماما في هذا العصر عن شباب فيما قبل محتاجين لغة حوار مختلفة محتاجين خطاب ديني مختلف محتاجين حد يقرب لهم يعني لو مع احترامي شديد طبعا لكل العلماء اللي موجودين لكن لو جي حد تكلم مع العلماء أو مع الشباب بطريقة طريقة الأستاذ والتلميذ أو بطريقة بلغة معينة حضرتك فهمها طبعا مش هيفهم مش هنوصل للهدف المنشود احنا محتاجين نوصل للشباب ده ازاي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا نسأل الله أن يجعل هذا اللقاء في ميزان الحسنات وأن يكون شاهدا لنا لا علينا وأن ينفع به ينفعنا وينفع به ان شاء الله اللغة ليست هي الأساس في كل شيء إنما المؤسسة التي ستصدر اللغة وتصدر القيم وتصدر ما جاء من ثقافات راقية وعالية اقتبست من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الأهم قبل أن أتحدث عن الأزهر الذي سيعني يناط بهذا الأمر ويقوم بهذا الأمر وكلف رسميا من القيادة السياسية بهذا الأمر بل هو كلف من الله تبارك وتعالى أكيد أن تؤدى هذه الرسالة على أتم استعداد وهو يعلم أن التجديد سنة من سنة الإسلام فالتجديد ليس غريبا علينا يجب قبل كل شيء أن يكون هناك تجديد للخطابات الأخرى إزاي بمعنى بمعنى أنت الآن تريد من الأزهر أن يقدم سماحة الإسلام وأن الشباب يستمع إلى العلماء وأن تكون هيبة العلماء موجودة عند الشباب وأن الشاب يعلم أن هذا الشيخ المتخرج من الأزهر هو ثقة وله قيمة وقامة يفاجأ الشاب بأن هناك من يضرب الشيخ ويضرب المؤسسة التي خرج منها الشيخ بالخنجر من الخلف لدرجة أن هناك من يقوم بحملات البعض وليس الكل بحملات يعني لا أدري ما الغرض منها والهدف منها ضد الأزهر يوميا وكل يوم نرى الضرب في الأزهر وفي مناهج الأزهر وفي علماء الأزهر كأنه الطبق اليوم اللي بيقدم للناس هنا أحتاج أنا أعوز أقول هنا أحتاج لكي ينجح الأزهر في مهمته ولكي يتقبل الشباب علماء الأزهر أن نكون يداً واحداً فلابد من تجديد الثقافي الخطاب الإعلامي أولاً ثم الخطاب الثقافي ثانياً ثم الخطاب الأزهري لكن أني أنا أقوم بخطاب مغير لخطاب الأزهر وأقلل من هيبة الأزهر ثم أقول أزهر تعالى وقوم بهذا الحمل هذه مشكلة مشكلة وطنية ومشكلة أخلاقية في المقام الأول ولذلك أنا أعجبني اليوم وزير الخارجية في فرنسا يقول للعالم كله إن أردتم ثقافة الوسطية تعلموها من الأزهر تعلموها من الأزهر ودي الحقيقة والعالم رأيت العالم كيف بايع الأزهر في يوم 3 و 4 ديسمبر كيف جاء العالم كله إلى هذه المؤسسة لكي يقول لها أنت قدمي الخطاب الديني بسماحته وبقيمه وبرحمته وبما ورث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من سنن ثابتة قدمي هذا ونحن نبيع خلينا نتكلم بشكل عصري شوية بما أننا نقول إن فيه التكديد لازم للخطاب الديني عشان نقدر إن الأزهر يقوم بهذا الدور اللي هو منوط به من آلاف السنين إن هو الخطاب الديني الوسطي الديني الإسلامي السامح كل ده لازم الوسيلة بتاعته مين؟ علمائه فيه بعض العلماء وهم بيتكلموا بيتكلموا هنلاقي النبرة بتعلى قوي 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 وده مش مغطوب دين الإسلام نبرته هادية فيه بعض اللي بيطلعوا في الفضائيات اللي بيقول على نفسهم علماء وشدوا كتير من الجمهور لأنهم بيتكلموا بنفس لغتهم بالطريقة البسيطة بتاعتهم إحنا عايزين نوصل للبساطة مع عمق الإسلام إزاي نقدر نوصل لده؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم ساعة أن يتحدث يتحدث بأيصر الألفاظ بالصبت وكان عليه الصلاة والسلام إذا تحدث فاهمه الجميع هذه لغتنا في الأسهر وهذا هو ما نتعلمه إن كان هناك البعض لم يستوعب هذه المسألة قدموا وابحثوا عن العلماء المعتبرين وأنا أقول ضعوا يدكم تجديد الخطاب الإعلامي بمعنى أن يحافظ على القيم وقامت هذه المؤسسة مع الأزهر ستجدين ثمارا رائعة لكن الأزهر لوحده الآن يتصدى تصدى للإرهاب وتصدى للتكفير وتصدى وكل يوم تجدين أنت الآن تحدثت عن مبادرة فضيلة الإمام هذه ليست المبادرة الأولى بالأمس القريب أو الأسبوع الماضي كان يكتمع مع الجامعات في مشيخة الأزهر وطلب منهم شيئا واحدا والله لو نفذوه سترين العجب أنه يريد تقرير أو جعل منهج للثقافة الإسلامية كتاب للثقافة الإسلامية يشرف عليه الأزهر ويقدم في مؤسسات التعليم كلها هذا المنهج سيأتي بالثقافة الراقية واسمه الثقافة الإسلامية إيه ثقافتنا الإسلامية إحنا؟ اللي عاوز يقدموا فضل التئماء أو الأزهر ثقافتنا الإسلامية ليست هي ثقافة العنف أو القتل أو قطع الرقاب أو حرق الأمنين إطلاقا والله ثقافتنا دائما أبدا تعلمناها بالقرآن متمثلة في قوله تعالى فصفح الصفحة الجميل ثقافتنا المستمدة من رسول الله ليست ثقافة داعش ولا ثقافة الناس اللي نسمعهم الآن إنما الثقافة متمثلة في قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ثقافتنا التي تعلمناها من رسول الله ونريد أن نصدرها لشبابنا وشبابنا يحتاجون إلى هذا لكن المشكلة إنه فيه خطاب آخر بيقف في السد يسد الطريق على الأزهر وعلى علماء الأزهر الثقافة هذه متمثلة في إيه؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويدي وفي رواية تانية المسلم من سلم الناس من لسانه ويدي طيب حضرتك قلت هذه الثقافة الجزئية إن فيه البعض الآخر بيشد الشباب بثقافة مختلفة عن الدين الإسلامي تماما هتكلم مع حضرتك في الجزئية دي ليه الناس بتتجه للاتجاه التاني ومش بتتجه لاتجاه وإحنا لازم ندرس المشكلة فين ليه ما بيتجهوش لاتجاه الأزهر وعلماء الأزهر وما يتحدث به علماء الأزهر وبالعكس لايه فيه انجزاء ببعض الشيء ما هو عكس ذلك تكمل لما قاله الأخ الفاضل سعاد الدكتور العميد لعل السر في جذب هذه القنوات الإعلامية التي خرج فيها أناس في الحقيقة ليسوا مؤهلين تأهيلا علميا ولم يحصل الكثير منهم على إجازة أو لصنص أو دكتوراه أو ماجستير في العلوم الشرعية إنما غاية ما هنالك أنهم تتلمزوا على كتيبات صفراء وأخذوا ثقافتهم من أفراد وليس من مؤسسة كمؤسسة الأزهر العريقة العريقة هؤلاء في فترة ما لا تخفى عليك ولا تخفى على المشاهد الكريم أن الدولة فتحت لهم الأبواب بترخيص قنوات إعلامية هذه القنوات تم شراؤها بمبالغ طائلة فأصبحت نوافذ وروافذ لهذا الفكر المتشدد الذي جذب كثيرا من الشباب غير المحصن بالثقافة الإسلامية الأصيلة التي يدرسها الأزهر بدليل أخت الفاضلة أتحدى الدنيا كلها لو رأينا في صفوف هؤلاء التلاميذ الذين تتلمزوا على فكر هؤلاء المتشددين طالبا واحدا من طلاب الأزهر ممن تربوا في حضن الأزهر بدءا من المرحلة الرياضة مرحلة الله رياضة الأطفال وانتهاءا بالكليات الشرعية إنما كل التلاميذ إما خريج جامعات أجنبية أو خريج كليات علمية في جامعات أخرى حتى خريجي الكليات العلمية عندنا كالطب والهندس والزراعة تحصنوا منذ نعومة أصفارهم بالفكر الوسطي فمحال أن أجد فردا من أفرادهم يتتلمز على هؤلاء ألا مع حضرتك بس أنا لأسيا عندي مجتمع كامل دلوقتي محتاج أن أنا أغيره مجتمع كامل فيه شباب زي ما حضرتك قلت خلاص سواء كان عن طريق اليوتيوب عن طريق الإنترنت عن طريق بيتم جذبهم للتطرف تطرف سواء كان زي ما حاك قلت تطرف إلى اليمين أو إلى اليسار يمكن أن تتطرف دينيا وتاخد العنف وتسمي هذا إسلام وفيه ناس تارية بالعكس بقى بتلحد نعم وليعوزوا بالله يعني نعم فأنا إزاي أن أنا أوصل لدول إزاي هل فيه استراتيجية حطينها فيه موضوعات معينة لابد من طرحها في الفترة اللي جاي عشان نبين دين الإسلامي السمح على مستوى الجمهورية وعلى مستوى خارج الجمهورية أيضا لأن أنا محتاجة العالم كله يعرف أن أنا خليفة الله في الأرض لازم أعرف دين الإسلام ده أنا غيورة على ديني ليه الأجنب يعرف أن دين الإسلام ده دين عنف أقول لك أخت الفاضلة وللمشاهد الكريم الأزهر ليس الآن أو للتو وضع استراتيجية لتصحيح مفاهيم خاطئة تتمثل في إيه فضل تتمثل في كثير من القضايا التي تدعو إلى العنف وإلى التشدد ممن كان يبسها هؤلاء في آذان الشباب وغيرهم الذين وصلت إليهم تلك القنوات الأزهر إلى الآن لا يملق قناة طب وليه الأزهر ما يملق شخص هنا هذا سؤال طيب هذا مؤسسة كبيرة هذا سؤال طيب الأزهر إن منحت له الفرصة في القنوات الرسمية الإعلامية تمنح بقدر ضئيل زمني لا يساوي شيئا ويأتي بعد هذا القدر الذي يمنح له ما يهدم هذا فيما صدق لا بد من يعني توازي الخطوط في الاتجاه الإعلام السديد إذا أردنا أن ننجح المشاريع والاستراتيجيات التي وضعها الأزهر وهو قائم على تنفيذها مع إعلام سوي مستقيم يخدم الأمة ويخدم المجتمع إن أراد السلام الاجتماعي وإن أراد الحفاظ على هوية البلد وإن أراد الحفاظ على هذا الوطن الغالي لا بد وأن يساند العلماء والدعاء الوسطيين المعتدلين في فكرهم فيمنح لهم فرصة ومساحة واسعة من الوقت يعلمون هؤلاء الشباب الذين شزوا يمينا أو يسارا سواء في الإلحاد أو التشدد حتى يعودوا إلى حظيرة الوسطية وسطية الإسلام يعلموهم إزاي أنا هرجع لنفس السؤال اللي أنا بلف ودوره عليه من ساعتها إزاي هجزب شاب إنه هو يقعد قدامي ويسمع كلامي اللي أنا عايز أوصله به المعلومة لو أنا فضلت أتكلم معاه بلغة معينة اللي هي اللغة اللي هي بتتحدث حضرتك بيها مثلا مع طلبة الأزهر لأنهما قريدي دارسين لكن أنا دلوقتي شاب في النادي طول النهار أو شاب بيسمع عن طريق ناس تانية حاجات ولا بد من الجهاد أنا عايز أكذبه عايز أسمعه لازم أوصله لازم أوصل لفكره لازم أوصل زي الأطفال الصغيرين اللي بدينا نتلمهم بننزل لهم يا سيدة الكريمة فضيلة الإمام الأكبر قال لوعاز الأزهر اجلسوا مع الشباب في أي مكان على المصطبة على القهوة هيا دي بقى هيا دي على القهوة لا شأن لكم بالمساجد اجلسوا مع هؤلاء كأطباء معالجين اجذبوهم إلى سماحة الإسلام إلى وسطية الإسلام اعرضوا عليهم الفكر الوسط المعتدل بطريقة سهلة مبسطة ميصورة بعيدا عن التقاعر بعيدا عن التعقيد بعيدا عن الشروح أو المتون إنما خذوهم بالرفق والهوادة كونوا معهم كالآباء مع الأبناء كونوا معهم كالأطباء مع المرضى اعطوهم جرعات متفاوتة جميل ده أحد النوافذ هي بقى النقطة دي النوافذ اللي ممكن يطل من خلالها علماء الأزهر الوسطيين ويدروا بالفعل إنهم مش يصلوا للشباب بس زي ما تحكي يصلوا في كل أنحاء الجمهورية اتكلمنا حريقا بيقول إنهم ينزلوا ويقعدوا معهم في النجوع على الأهاوي على علف الأماكن فيه ممكن يتعامل قناة إعلامية تابعة للأزهر تبث من خلال إعلام اليوتيوب ممكن الإنترنت نشتغل عليه المنابر في خطبة الجمعة وتوحيد خطبة الجمعة إيه تاني ممكن يتعامل كل الكلام اللي قاله فضيلة العميد هو عين الحقيقة إحنا لا نخاطب الناس إلا بما يعرفون ولذلك في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخاطب الناس إلا بما يعرفون أتريدون أن يتهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فأنا أخاطب الناس حتى في المخاطبة خاطب الناس على قدر إيه عقولي فأنا لا أتحدث في الظرة في الظرة مثلا مع ناس بسطة بيحتاجين لا أتحدث العكس برط لا أتحدث في خطبة زواج مثلا عن الموت أو لا أتحدث في قطب الزواج عن الطلاق لما أقول والطلاق كذا وأنا أتحدث في هذه المسألة هي أم أهل العروسة يمسكوني بقى إياه إنت قلت تطلق ولا قلت إحنا نعلم هذا جيدا ولكن نقول لحضرتك الوسائل نحن نحتاج الوسائل الوسيلة الأولى أنكم أنتم تبحثوا عن العلماء المعتبرين الذين يستطيعون أن يوصلوا هذا أما أنني آتي بشخص معين يسب البخاري ويسب المسلم ويسب كذا هذا حالة فردية وترد عليها كويس نعم تمام هل علمتي أن بالأزهر مواد تدعو إلى القتل سمعت هذا سمعت أزهريا خرج وقال تعلمت في الأزهر أن أقتل الناس لا طبعا فما بالك إذا خرج إعلامي مثلا وقال للناس في الأزهر الأزهر وداعش وداعش هي الأزهر الأولو الزاي الأود نص في كتاب الاختيار سنة تلت سنوي أزهر بيقول وقتال الكفار واجب على كل حر عاقل مسلم قادر الأود الأزهر وسكت إيه رأيكم بالله عليك لما تسمعين تلكلام ده هتودي أودك الأزهر لا الناس المئة وعشرين دولة اللي بيجيب أولادها من العالم كله تسمع إن قتال الكفار واجب وبعدين إيه يروح مزود ويقرأ ويقول في كتاب الاختيار كل العالم كل كافر في العالم اقتلوهم إيه رأيكم بالله عليك هل هذا كلام نعم طب طيب أنا اضطريت وأنا شفت سبت كتاب الاختيار ده من كم سنة في تلت سنوي اضطريت أجيب كتاب الاختيار فتحت كتاب الاختيار اللي إيتوا إيه النص نص في السطر اللي قالوا هذا أخذ من صاد 330 من كتاب الاختيار وقدي كتاب الاختياره صاد 330 وثلاثين اغذى هذا النص عرف النص ده موضوع تحت ايه تحت باب الجهاد والدفاع على الوطن الجهاد بمعنى اذا جاء الكفار لكي يحتلوا مصر مثلا جهادهم واجب على كل حر مسلم عاقل قادر او دعا الامام والله عليك بالله عليك هذا زرع للوطنية هذا زرع للوطنية ولا بصور المسلمين انهم مسكين سككين يقطعوا رقاب الناس وهو من المتحدث ومن اللي بيقصر هنا حضرتك شف بارك الله فيك من المتحدث المتحدث اعلامي كبير ضخم جدا ونقدره ولكن فجأت انه يدلس على الناس بهذه الطريقة فجأت انه يترك ما بعدها مباشرة الكلام الجميل الرائع وما قبلها الجهاد واقسامه الجهاد واقسامه وقدي نصف السطر اللي اخاده منه معلم عليه فوق جهاد الكفار واجب على كل حر المسلمين عقل وترك البعدي عارف البعدي هاي كلام رائع ازاي لا تقربوا الصلاة ايوه كلام رائع لا تقربوا عارف البعدي بيقوله انه لا تقطع شجرا لا تقتل قفلا لا تقتل ده وصية الرسول اللي افضل ستردت الحروب ترك هذا كله قال اودي الازهر الازهر هو داعش ازاي الازهر يكفر داعش ايه رأيكم وراجل ضغط اه انا احبه ولكن في الموقف ده صعب علي مش زعلت منه انا زعلت علي في الموقف ده زعلت علي وده اللي انا بقوله ان مطلوب بقى في الوقت ده ان يخرج حد من الازهر يرد على هذا الكلام ده نمره واحد نمره اثنين في لابد من تطهير شوف حضرتك الله يبرك اعطتين الفرصة للرد وعلم الناس ان هذا مدلس وانا اتمنى ان يتوب الى الله طيب انت تريد الازهر دلوقت والعلماء المعتبرين بالله عليك لما يجي واحد يسمع انه مناهج داعش هي مناهج الازهر كيف هيقبل مني؟ مين اللي بيقول الكلام ده؟ هو هذا يا شخص واحد انا مع حضرتك لما يجي لا اذكر اسماء لأ هل لما يجي شخص واحد يقول كلام هل ده ممكن هو يضيع تاريخ مؤسسة عريقة وعظيمة زي الازهر؟ لا طبع ولما يجي فرد في الاعلام والاعلام دلوقت يبقى مؤسسات كثيرة يجي واحد بس يتكلم هو ده يبقى مؤثر اكتر من كل الناس اللي بتتكلم لا يمكن ولو عشرات ولو عشرات الفاضلاء بعض الناس في قناة ليست قناة واحدة ده اكثر من قناة في قناة اخرى يخرج يوميا لدريه تأول امس قال احرقوا الكتب الكبيرة والصغيرة طب الله عليك الفكر يجادل بالفكرة ام يحرق لا يجادل بالفكرة انه يريد ان يحرق عقول الشباب فانا اريد شباب يبني هذا هو اذا كانت الدولة الدولة بتحارب الارهاب اقول هذا هو الارهاب بعينه لا نحرق كتبا الازهر لا يكسر قلما ولا يحرق كتابا الازهر دينه وسطي لا افراط ولا دورك نقول ان الازهر الفترة اللي جاية دي عليه دور بالاضافة طبعا للمؤسسات التانية عليه دور كبير بس عليه كمال ان هو ينطقي من من هذه المؤسسة يستطيع ان هو يصل بالمعلومة او ان هو يوصل المعلومة صحة للمتلقي ده نمرة واحد نمرة اتنين لو كان فيه لسه البعض موجود في الازهر من من ينتمون الى من يدعون الى العنف لابد من التطهير مؤسسات كتيرة جدا لسه فيها ناس من دول فلابد من انا بقول حضرتك لو لسه فاضل موجود فرد واحد في الازهر ده زي الفيروس اللي بيدخل يبوز بقية اعضاء الجسم فلو فيه حد لسه فاضل من الافراد دي لابد من معرفته وينحى جانبا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والصلاة دخل عليه رهض من اليهود ولما دخلوا على رسول الله كان سيدة عائشة موجودة رضي الله عنها فقالوا السام عليك يا محمد والسام في اللغة الموت المعناه الموت يعني دعاء عليه السيدة عائشة قالت انا فهمت فقلت وعليكم السام واللعنة شوف سيدنا النبي قال له هاي لا يا عائشة قولي وعليكم لماذا قال لان المسلم لا يؤمر بعنف ولا بفاحش من القول او كما قال صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله كانت تجادل سيدة عائشة يا رسول الله او ما سمعت ما قالوا قال سمعت واجبت ووضع الامور في نصابها صلى الله عليه وسلم نحن نسمع ودائما ابدا نقول ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حمين الشاب المصري يجب ان يفتخر ان يكون مصري الشاب المصري مش من النهاردة يمسك مليتوف ويرمع على الناس لا ده لازم يعرف قيمة البلد دي وده اللي احنا بنقوله في برامجنا برنامج في قناة النيل الأخبار بنتحدث فيه بإفادة ان المصري دي لازم نعرفها اولا انا عايش فين من اللي وصى بيها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال استوصوا بايه بأهل مصر بأهلها خيرا فإن لنا فيهم ذمة بالله عليك الوصية تكون في شيء عادي ولا في شيء ثمين وعظيم وعزيز النبي عظم مصر وأوصى بها خيرا اذا سمع الشاب مني هذا الكلام هيحافظ على البلد ويحافظ على الطريق لكن لما انا قبل ما كلمه وأصدر للناس بأنني قاتل وإني من هاجي مسك سككين أعطى رقاب الناس هيقبلني ومن هنا أقول تجديد الخطاب الديني يحتاج أولا أولا إلى تجديد الخطاب الإعلامي إلى تجديد الخطاب الثقافي إلى تجديد خطاب الشباب أن يتتعاوى وزارة الثقافة مع وزارة الشباب مع وزارة الإعلام مع الأزهر وده اللي احنا محتاجينه خلينا أطلع محاك تشوف تقرير عن هذا الكلام ودور الأزهر والمؤسسات الأخرى في تغيير الخطاب الديني ونرجع نواصل لقاءنا مع حضراتكم أحوجنا اليوم إلى تجديد خطابنا الديني تجديدا يركز على فهمنا الصحيح للدين وقراءتنا له وليس على الدين نفسه لأن الدين فوق أن يجدد فالتجديد هنا لن يخل بالثوابت الدينية ولن يمس جوهر العقيدة المتمسف في القرآن والسنة النبوية الشريفة وقد أسنى الرئيس عبدالفتاح السيسي على دور الأزهر الشريف لا سيما على المستوى الخارجي رغم تأكيده على احتياج الأزهر لتغيير الخطاب الدين الإشكالية مش موجودة أبدا في عقيدة الإشكالية ممكن تكون موجودة في فكر الفكر ده يقدس يقدس بنا هو ده اللي احنا بنتكلم عليه الخطاب الديني اللي نقصده اللي هو بيتناغم مع عصره الكلام ده أنا بقوله هنا في الأزهر هنا أمام رجال وعلماء الدين والله لأحاجيكم يوم القيامة أمام الله سبحانه وتعالى على اللي أنا بتكلم فيه ده دلوقتي والسؤال ما هي خطوات بداية الإصلاح؟ لازم بقى فيه دور أكبر من كده للأزهر ينزل إن المناطق الأشوائية فيها حاجات كتير قوي محتاجة لتجديد الخطاب الدين عشان ناستعرف يعني إيه خطاب ديني؟ اهتموا بالشباب قوي 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 ادلهم ثوعية دينية حقا من ابتداء من المدارس لحد الجامعات كل في مواضيع تهمهم بغيش أسلوب العنف في توجيه الرسالي الدينية بغيش أسلوب التحذير بغيش أسلوب التهديل والتكفير بغيش أسلوب من الأزهر متخصصة في الدين توجه الناس وتوجه الشعب إزاي حضرتك أسلوب الدين إزاي؟ وتعليم الدين إزاي؟ فيه ناس مختصة في الدين لا الوحد يتجه دين لكن ما نتجهش لأي حد تهدي يجب أن يبقى فيه قناة أصلا قناة دينية تتبع الأزهر الشريف علشان تواعي الناس طبعا عن أسلوب تجديد الخطاب الدين الإسلام بريء من اللي بيحفظ كده الإسلام بدين حب بدين تعايش واللي عايز يرجع لكده يرجع لأسول الإسلام القرآن والسنة عودة مع حضراتكم شاهدين مرة تانية وزي ما حضراتكم شفتوا معنا التقرير وشفتوا الدعوات اللي كانت من البعض من يدعونا بأنهم شيوخ وزي كانوا بيقولوا كلام مغالد تماما لدين الإسلام وحضراتكم طبعا تابعتم معنا وللأسف الشديد أن الناس دي أثرت في وقت من الأوقات في بعض الشباب إحنا محتاجين أن نشيل كل هذا الغبار اللي كان موجود ونبدأ نبني من جديد قصة الترهيب من الدين الإسلامي إزاي نغيرها إزاي يبقى فيه ترغيب بالفعل أخت الفاضلة رجوعنا إلى الدين الصحيح على عهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وانطلاقا من سنته ومن المصوص القرآنية هو عين التجديد وهو القاضي الحقيقي الذي يقضي على ما يسمى بالترهيب الديني طيب إزاي أنا عايز بس أقولي أوصل لحضرتك المعلومة وحضرتك قول الكلام إن فيه ناس بتاخد بعض من الآيات نص الآية ويقفوا عندها ويبدوا يفسروها على مزاجهم نعم وفي الوقت ده هو كلام ربنا هيقول لك مهربنا على كده وده مش حقيقي طب إحنا إزاي أن أنا أوصل الكلام الحقيقي بتاع ربنا إزاي يفسر التفسير الصح إحنا تعلمنا من أصول العلم النظر إلى النص القرآن المقدس أو إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم نظرة متكاملة يعني لا أخذ نصا بعينه منفردا عن بقية النصوص وأبدأ أشرحه للناس قائلا بأن هذا يعني مثلا لما الرسول قل أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله لا يأتي إنسان فيقول ده الرسول بيقول أمرت أن أقاتل الناس يجب علينا أن نقاتل جميع الناس في شتى أنحاء العالم هذا فهم غير صحيح صح ولو كان هذا الفهم صحيحا لتناقض قوله مع القرآن الكريم إلا الذين عهدتم من المشركين عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله طب لم يؤمن قال ربنا ثم أبلغه مأمنة أوصله إلى الدار التي أتى منها العلماء قالوا له كلمة الناس يعني بها النبي صلى الله عليه وسلم مو شرك العرب فقط يبقى أهل الكتاب ليسوا داخلين في هذه الآية انظري معي النظر المتكاملة للنصوص في مضمونها مع مراعاة سياق الآيات وملاحظة الأحداث التي وقعت وكان النص القرآني فيصلا فيها يؤدي الفهم الصحيح لمراد الله تبارك وتعالى وكل آية نزلت بهدف ولسبب نعم ولمراد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخولا أوليا إلا أن حكمه عام يتناول سائر القضايا إلى يوم القيامة أي قضايا أي قضايا على نفس القضية في نفس القضية المشابهة للقضية في قضايا قتال المشركين في هذه القضايا لأنه ده نقطة اللي دايما بيدخلوا فيها يقول انتو الكتاب عندكم القرآن بيدعوكم ان انتو تقتلوا لا قرآن ما بيدعوناش للقتل لا يدعون ايها وساعة لما بتنزل آيات القتل كانت في مواضع معينة ربنا ما يقول وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلون طيب يبقى الذين ايه يقاتلون يعني لما يقول يهود إسرائيليين الإسرائيين تيجي تدربنا في مصر لازم هنقتلهم بشي طبيعي نعم بزرط إنما إنما الكافر الأصلي الذي لم يقاتلنا ولم يهاجمنا ولم يعتدي علينا دمه معصوم ولا يجوز قتله فما بالك من نص القرآن من نص القرآن فما بالك بأهل الكتاب كيف يأمرنا الله بمقاتلتهم أو كيف يأمرنا رسول الله بمقاتلتهم والله تبارك وتعالى يقول لنا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم شوف كلمة البر وتقصطوا إليهم إن الله يحب المقصطين يبقى ما دام هذا غير المسلم مسالما لنا يعيش معنا له نفس الحقوق وعليه نفس الواجبات يأمن في نفسه وفي عرضه وفي ماله وفي عبادته وفي كنيسته وفي كل ما يملك ألا ترين معي كيف كان يتعامل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء ذهب إليه وفد من نصارى نجران وعلى رأس الوفد الأسقف العام ذهبوا إلى رسول الله بالمدينة ليحاوروا في طبيعة عيسى بن مريم عليه السلام ونحن عندنا في القرآن الكريم صورة تسمى بصورة مريم احتفلت بعيد ميلاد المسيح هذه الصورة وعندنا صورة آل عمران تتحدث عن آل عمران جميعا ذهبوا يجادلون رسول الله في طبيعة المسيح ووقع الحوار والجدال ولم يتوصل الفريقان لا رسول الله ومن معه ولا الأسقف العام رئيس وفد نصارى نجران إلى أمر ونزل القرآن الكريم بقول للنبي فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو إلى آخر الآيات ومع هذا الذي وقع النبي أين استقبلهم في مسجده لما حان وقت صلاتهم الأسقف يقول للرسول ما قال لهش يا رسول الله قال له يا محمد حان وقت صلاتنا النبي قال له إيه دونكم المسجد فصلوا ولم يجد الرسول غضاضة ولم يجد الصحابة رضوان الله عليهم غضاضة من ذلك وصلوا صلاتهم الكنسية في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم ألم يبح لنا أن نتزوج الكتابية ألم يتزوج رسول الله من السيدة ماريا نعم والمحصنات من الذين أوتوا الكتابة من قبلكم هل يجوز لي أن أكون متزوجا بكتابية وتبقى على دينها ويأتي عيدها ولا أقول لها كل عام أنتم بخيروا كل سنة وانتم طيبة هل الإسلام يأمر بهذا محال أن يأمر الإسلام بذلك هل الإسلام يمنعني أن أكون برا بخؤولة أولادي محال أن لا يأمر الإسلام بذلك فالإسلام في هذا أنقى صورة وأنصع صورة وأجمل سلوك غاية ما هنالك نعود إليه غاية ما هنالك نطبقه كما طبقه رسول الله نطبقه كما طبقه الصحابة نطبقه كما طبقه علماء الأمة شرقا وغربا ممن تلقوا تعليمهم وثقافتهم في الأظهر الشريف على مدار 1050 عام ولم تشكوا دولة من فكر متطرف أو متشدد ممن تخرجوا من الأظهر الشريف بما أن حيث قرت الدول أنا إزاي أوصل للدول أيضا يعني أنا عندي هدفين عندي هدف أن أنا أوصل للشباب هنا ولمن هو متشدد هنا أن أنا أرجع للوسطية مرة تانية وعندي هدف تاني أن أنا أنشر الإسلام في الدول الغربية وعرفهم سماحة الإسلام وعرفهم أن الإسلام مش هو دين العنف اللي هما شايفينه من الإرهابيين ويمكن فيه برضو المجمع البحث الإسلامية أطلق قبيل نواية للقناة على اليوتيوب خاصة بهذا الموضوع حضرتك بما أن حضرتك يعني منوت بيك الدراسة للوافدين من الدول الأخرى إزاي برضو نوصل ده الوافدين اللي موجودين دول يبقوا سفراء في بلدهم لدن الحنيف أنت تعالي أنا يريد الظور الكلية وتشوف الوافدين الطالب يقف طبور بعد ما ننهي المحاضرة يقفون طبورا لكي يقبلوا يد الأستاذ يقبلوا يد الأستاذ البعض مننا يريد أن يقطع يد الأستاذ لكن أقول إن ديننا الذي نريد أن نصدره إلى العالم عبر هؤلاء لا بد أن نطبقه كما قال سيد العميد داخليا أولا فتكون هناك وحدة وطنية وحدة تلاحم بين الناس نعرف الناس يعني كما قال مسألة الأعياد الأعياد تنقسم إلى قسمين أعياد تعبودية وأعياد اجتماعية التعبودية أنا مش هروح أكلمه في العبادة وقول له أنت صليت أربع ركعات أو كذا وكل سنة طيبة عشان صليت لا في جانب اجتماعي أواسيه في الجوانب الاجتماعية وفي غيرها الإسلام أمرنا بهذا والنبي صلى الله عليه وسلم سمح للوفد نجران كما قال فضيلة الدكتور وأحسن وفادتهم وسيدنا عمر دخل كنيسة القيامة ولم يقبل أن يصلي فيها حتى لا يأتي أحد يقول نحن سنصلي فيها لأن عمر صلى فيها لابد من إحياء الثقافة تجديد الخطاب الديني داخليا أولا ثم نصدر هذا الخطاب إلى العالم طب حيث ذكرت جزيل خاصة بالنواحي الاجتماعية في مشكلة تانية أن يمكن هؤلاء الشيوخ أو من يسمونه نفسهم بالشيوخ وبني ينتمون إليهم دول بدأوا أن هما ينزلوا للناس البسطاء الفقراء ويبدأوا أن هما يساعدوهم وفي نفس الوقت اللي بيساعدوهم فيه بيمدوهم بالمال وبالزيت وبالسكر وبيقوهم في بعض الأحيان ويبسوا فيهم أفقارهم وكل معتقداتهم والناس غزبا عنها غلابة برضو ممكن تتأثر طب أنا إزاي أن أنا أقدر أن أحول ده برضو إزاي أن أنا أمانوت بيزة ما حي قلت مؤسسات تانية تشتغل معايا في الجزئية الاجتماعية دي بحس أن لا خليش الناس محتاجة فاللي محتاج يدخل في ودانه الكلام اللي أنا مش عايزة يوصله نفس الكلام اللي أنت قالت أنا أحتاج تضامن أحتاج التفكير العقل الجمعي سويا وزارة التضامن لابد أن تعرف وترصد الفقراء والغلابة والناس اللي عايش في العراء وزارة الأوقاف أيضا لابد أن تمد يدها في الأزهر الآن صندوق الزكاة يجب علينا جميعا أن نعلم أن الإنسان ساعة أن يعطي لله أولا مش لجانب سياسي عشان انتخبه وغيره لله هو اللي هيدوم صندوق الزكاة كأنه زي بيت مال المسلمين بيت الزكاة نعم أو بيت الزكاة بيت الزكاة فدوره إيه وبيوصل إزاي للناس الفقراء وده ممكن من قلاله بالفعل يعني ننشر الدين السامح للإسلام أنا بقول ليس هذا فقط يعني ده وسيلة من الوسائل أحنا بنشوف الوزنين من ضمن الوسائل عشان كده لابد أن يتضامن المجتمع كله يتضامن حتى المسلم مع المسيحي لابد أن أبين حتى المسيحي أنت أخي طبعا بعض الناس يقول لك لا مش أخويا ليه مش أخوك قال لك لا أنا في الدين ربنا حدد قالوا إخوانكم في الدين دي قضية تانية لكن في الأخوة يا أيها الناس دي الثقافة اللي احنا لازم نجددها يا أيها الناس مش يا أيها الذين أمنوا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وإيه وأنثى يبقى إذن من ذكر وأنثى إخوات ولا من ذكر وأنثى أجانب ومش بس كده ربنا أعلم في كتابه الكريم أنهم أقربهم أقرب إلينا النصارى لأن بهم رهبانا نعم ده دي لقبات إسلامية لقبات إسلامية لابد أن تسلط على الفكر الجمعي الموجود معنا الآن لكن أنا أريد أن أقول إن الأخوة ذكرها ربنا تبارك وتعالى لغير الذي على دينه في القرآن والله في القرآن في القرآن والذي يأتي يقرأ بس المشكلة نحن مش بنقرأ أمة إقرأ لا تقرأ دي المشكلة اللي احنا عين فيها ومشكلة أنا بست مع طريق اليوتيوب وعن طريق الكستات والسديهات الي منتشرت أظري إلى الأخوة قال تعالى وإلى مدينة أخاهم إيه شعيبة شعيبة هل شعيبة كان مؤمن وهم كانوا مؤمنين معه هو الوحيد الذي كان مؤمن ومع ذلك سماهم إخوة الله وإلى ثمودة أخاهم صالح ولم يكونوا قد آمنوا بصالح كفار وسمهم القرآن إيه أخوة يبقى إذن لما أقول يا أخي المسيح يا أخي بطرس يا أخي محمد يا أخي فلان هذه المسألة بتعطي اللفظ نفسه بيعطي انسجام نفسي وانسجام روحي ولذلك حتى في الإسلام تبسمك في وجه أخيك صدقة لما أجي أعاتب المسيح يقول له أنت يا أخي ده مش أخي بس ده الدين وصني بيك وليتجدن أقربهم مودة للذين أمنوا الذين قالوا ثم يسلط الكاميرا على علمائهم ويبين رقة قلوبهم إذا سمعوا الحق إذا سمعوا الحق قال ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول لترى أعينهم تفضوا من الدمع مما عرفوا من الحق إلى الآية ليس هذا فحسب بل أقول للمسيح أنا باحترمك وباحترم نبيك إزاي القرآن أخرج صورة المسيح على الفضاء أعطى الإنسان بوجه نعام في أجمل وأروع صورة وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ثم أعطى شهادة الصديقية موثقة من عند رب العالمين لأم المسيح أم المسيح عليها السلام صديقة صديقة وأمه صديقة كان يأكلنا الطعام بالله عليك دين يدعو إلى هذا الترابط ويحترم عقائد الآخر يتنافر كل مننا مع الآخر فلابد من التجمع الداخلية أولا ولابد أن نعرف الناس ثقافة الإسلام الصحيحة المتمثلة في التسامح وليس القتل ولا التشريد حتى العبوس الكلمة والله الإسلام علمني كيف أنطق قول معروف ومغفرة خير من صدقة يدعوها أذى إذن نحن نصدر إذا أقمنا هذا نستطيع أن نصدره إلى العالم المواقع التي كانت في باريس بالأمس القريب على جنح السرعة بعض أجهزة الإعلام في العالم الإسلامي لبس المسألة مع إن المسألة فيها قضايا قضايا أخرى قضايا أخرى كثيرة الفترة اللي جاية دي فعلا علينا مسؤولية كبيرة جدا كل المؤسسات لأن إحنا هنحاسب أمام الله على هذا الكلام وسنحاجج أمام الله كما قال السيد الرئيس أنا بشكر حضرتك جدا أستاذ الدكتور عبد الفتاح عبد الغني أستاذ التفسير وعلوم القرآن وعميد كلية أصول الدين جماعة الأزهر شكرا لحضرتك أستاذ الدكتور عبد المرام فؤاد أستاذ العقيدة والفلسفة وعميد كلية العلوم الإسلامية للوافدين بجماعة الأزهر شكرا لحضرتك وزي ما الأساذ قالوا معنا مجاهدينا أن كل مؤسسات الدولة منوط بيها أن هي بالفعل تعمل في تضافر وتكافؤ مع بعض علشان يقدروا بالفعل أن هم يصححوا من سورة الإسلام ويصححوا من الخطاب الديني والإسلامنا إسلام سمح إسلام بيدعو إلى الرحمة رسولنا الكريم لما أزوا الكفار وبقوا عليه وجاء ملك الجبال وقال أموني أن أبق عليهم الإخشابين رسولنا رفض وقال قد يخرج منهم من يقول لا إله إلا الله وهو ده بالفعل كل المسلمين وكل من ينتمي إلى هذا الدين لابد أن يكون بنفس سماحة رسولنا الكريم عليه أفضل السلام واشكركم مشاهدينا بكرا إن شاء الله نلتقي في القاءة جديد في مصر الأحم